بسم الله الرحمن الرحيم ما شراء؟ نعود تبدأ في سرطة أوفلين شيرين ما هو أوفلين شيرين؟ ما رأيكم؟ هو ينفع من مكانة التن دي أدخل على شير مش قابله بمعنى لو دلوقتي اليوزر وزياد مكانة حاية التن شغل بلابتوب وأخذ اللابتوب بتاعه وروح البيت ينفع يدخل على الشير؟ نعم عن طريق أوفلين شيرين هيعاف تاني تاني أنا دلوقتي اليوزر أخذ اللابتوب بتاعه ومشي راح البيت يجي يدخل على الشير هيلاقيه يدابل كليك على لاب نتورك درايب إحنا مسحنا مشي لو كان عنا لدابل كليك على لاب نتورك درايب كان هيلاقيه هيلاقيه الكاشي يعني ايه؟ الرائم والجهاز بعد ما اتطفق وحتى لو كان أساساً أخذه زي ما هو ومشي خلاص مفيش كل الكاف بالضبط مفيش نتور كما بينهم فالمفروض إنه مش عارف يدخل بالضبط عن طريق بقى الأوفلاين شيرين هيعاف تمام؟ ازاي؟ لو أنا جيت دلوقتي تعالوا بس نزبط الأول برميشن كده تمام؟ نزبط بس حاجة كده محترم شوية هعمل هنا فولدر اسمه ديتا وداتا ده هحط جواه ملف وقت فيه اي حاجة وندي بس برميشن هاجه على داتا ده كليك يمين برميشن 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 هريموب افري وان مثلا نودي عبير برميشن برميشن هدلها دلوقتي تشينشو عشان أنا عايز عبير تقدر تقدر تايدت في الملف ده تمام؟ وبالنسبة برميشن غير ادت عبير بالنسبة العبير هدليها ايه؟ موديفاي عشان برده تقدر تايدت تمام؟ اوكي ثلاث نتستمستكده الاول غير وعلى داتا واحد سيفته كده نكمل دلوقتي لو جيت وانا بشاير الفولدر ده كده الكيمين بروبرتز لو جيت تحت شيرنج فيه هنا قوش الاسمه ايه كاشنج ايه الكاشنج ده فقط البي��ات والدومين يتحدث بها مخطرة الفولدر يعني الفولدر هو الذي يقضر انه يتشاير هو الفولدر هو ده بس هيتشاير سيروح هين؟ هياخد جزء انه هارد عنده هيتكايش فيه؟ مش بالرامل هيتكايش فيه؟ هياخد جزء انه هارد هين هويركو وانا اشبال انتهج كهما يوجد اولاني تاني معناه ايه ان اليوزر لما يختار اساسا ان الفولدر ده يبقى افلاين كاش هو ده اللي هتشاير افلاين كاش الابشن ده تفتح ليه? لان انا اساسا ستطرته ازارولي عشان كده تفتح كان قبل كده مقفول على الفكر تمام? no files or programs from the shared folder are available افلاين يعني معنى كده الوزر لو حاول ان هو يخلي اي حاجة افلاين مش هيار كل الفائلات اساسا او كل الفولدر اي حاجة يدخل على الفولدر ده هيصر عنده افلاين هيصر عنده افلاين طب وليه كل ما حاجة يدخل على افلاين ويكيش عنده افلاين تمام? ولو انا اختارت الاختيار ده بيقول هنا ايه? optimize for performance يعني ده بيحسن الperformance لان اساسا المفروض كان زمان اي من المنجزات القديمة كان القوشن ده هيفق معايا ده كان هيكيش كمان الexe file والbatch file طب بالوقتي انتو لما جدوا اساسا اول مرة تطاول بيه ورع على الاكهازة بتاعلكم كنتو دخلينتو تطابوه من النتوات من الجهاز الرئيسي ده صح؟ مش كان طاول كده شوية في الاول بغايتنا اساسا الوزر بتاع نكستاسي فار ليه؟ لانه اساسا كان البرنامج بالكامل بيجي تكييش عندكم تمام؟ فهو في الونزات الجيدة اساسا كده كده بيكيش الexe والbatch file فمش محتاجة الاوشن باتحاجة تمام؟ طيب خلينا في الاولين قلنا تاني ده معناي ان اليوزر هو اللي هيحدد انهي ملفات اللي هتصر عنده offline او هتكييش عنده offline اليوزر دخل على الشير فولدر ده بص هنا كليكي مين هلاقيه هنا ايه؟ always available offline لو هو ضغط عليها بيسنك دلوقتي انا عايز الفيل ده كله بالصبت بصوا ظهر هنا علامة ايه؟ علامة synchronization كده علامة الخضرة دي تمام؟ وتحت جنب الساعة انا طبعا مش مسجلة الساعة بس يعني هي تحت الساعة عندي دلوقتي جنب الساعة في علامة synch تمام؟ complete فيه كنكتبتي بادمو فانا هستميو للد دلوقتي اللي كنكتبتي ده و المبينة فهاجي بس كده على الساعة بالمناسبة صحيح؟ نعم وقع على الكارت الاول ماشي مفيش وقت معين اقدر اختر ان اقعش رحل كل ال options كده مفيش كنكتبتي مبينة ايه؟ انا جيت على الكارت ده وعملت له ايه؟ لو جيت دلوقتي على مكانة التل انا هقفل ده خالص هفتح كينتران هفتح كينتران تمام؟ انا كنتم شيري ايه؟ ده انا اميك انا اميك انا اميك انا اميك ده ودخن اهو تمام؟ زبك عليك اجي الملس اللي بيعادل في ايهو كنترول اس تمام؟ لو جيت ده ان الوقتي هنا علامة الساعة اللي جند الساعة هي كلك يميل ممكن اقول له هنا مش هيعرف لو انت مضغطت هنا هي نفسها كأنك بالضبط دخلت على ودخلت هنا على بيديني نفس نتيجة لقيته دلوقتي بيقول لي ان فيه افلاين مش قادر يوصل على صح طب انا بعد كده اخدت اللابتوب بتاعي ورجعت الشركة سميليت الكلام ده على اساس ان انا عملت بكارت الشركة رجع فيكم نجتمتي منهم ولا لا لو جيت هنا بقى نرفرش كده او ممكن ان انا اقول له كليك يمين واقول له ايه كليك يمين هنا واقول له ايه سينك او يا اما لو استنيت شوية واعطة اعمل هنا رفرش المفروض ان هو كمان شوية ايه هيكون نجت كمان طب تعال ان تيوبا بدل ما استنى الغيط ما يكون نجت انا هستعجل بس وعمل هنا ايه سينك اوز انا هستعجل انا هستعجل انا هستعجل انا هستعجل اللقاء سينك اوز اهتما رفي نادي اردك لو جيت هنا اساسا المفروض ان انا اعمل سينك الحجم لا لا اعمل سينك نزبراعلي شوية بصوا هنا ويقول لي ايه هوا في البرجرز و دلوقتي في المرحلة ان هو بيهنك يبقى اول ما هو رجع الشركة عمل ان هو رجع الكنكتبتي بينه وبين السيرفر ولا يرجع تاني الكنكتبتي ما بينهن وعمل سينك طب بصوا بقى لو رحت عالترايمرين دابل كليك عالفايل ده تمع ولا لأ صح؟ طيب تعالوا نعملها ديني انا اوصل الى كرت الشبكة هو رجع المكيش بقى؟ اه مكيش مكيش الهرب انا لو اي وقت كليك شنوية تانى انا هتجر اصبه على تانى بالزبط تعال انجره بص بس هنعمل حرفة تانية بقى انا جيت هنا عند الشيرت ده كليك يميل كدر تقول له على فكرة اه دابل كليك لو انت عالت تدخل عليه هو ده ده صح؟ دابل كليك عليه هيفتح لك اساسا براوس كونتنت ما بطيق شوية فاتح اهو دابل كليك واقول له هنا نيو عدلت بس اي ده وكان في واحد تانى او حتى على الجهاز نفسه دخل في ده وعدل ده بشكل مختلف الراجل ده دلوقتي لما يجي سينج هيحسن كونت في الاجتماع بينهم ولا لا؟ تعالوا نجرب كده هرجع كده تانى كارت النتورك بتاعي انيبل لو جيب دلوقتي على مكنة التن او قال لي في ايه فيه كونفلكت تانى كده قال لي في هنا ايه كونفلكت صح؟ طب كليك عشان نشوف الكنفلكت ده قال لي فيه ملف في اسمه تيكست ده عليه كونفلكت حاضر طب لو جيت اهسن كده كليك كين واقول له سينج بيقول لي ايه؟ انا رحت هناك لقيت فيه برجان تانى من الملف اكيب ذيس برجان النسخة دي هي اللي تقوموا رايت السيرفور ولا كيب ذيس برجان مصطر على داتا اللي هي النسخة اللي موجودة على السيرفور يعني معنى كده ان السيرفور هو اللي يسمى عليها ولا كيب بوز برجان طب مثلا خلينا نقول مثلا كيب بوز برجان ايه؟ تمام؟ لو رحت دلوقتي على السيرفور هلاقي فيه اين؟ الملف الاديم اللي السيرفور عمل فيه تعديل والملف الجديد وكتبني بينكم صين ان عديري اللي عمل التعديل في الملف يبقى كتب الاتنين مع بعض هم؟ حدثت مني كده بحاجة؟ يبقى انت اقدرت تتاوفر دلوقتي او تخلي فيه نصحة عندك من الملفات شيرد اوفلاين ولا لا صح؟ طيب لو رحت تاني بقى كده هنا سينك سنتر تمام؟ لسه برضو حاسس المفروض ان هي يصار لي هنا دلوقتي ان هي كومبليتد على ما ربنا يقوم باستلامة كده لو انا دلوقتي عايز اقول له منيج اوفلاين فايل ايه ده؟ يبقى ده معنى ايه؟ ان المكنا دي هو الشيرد فولدور قبل لو ان الناس ان هم يستخدموا اوفلاين لو هم حبين معادة عالمكنا دي ايه يوزر هيلوجين على المكنا دي الشيرد فولدور مش يبقى افلابل بالنزال اوفلاين مش احنا في الحين اللي هو الوقت مصر ده؟ لا ده عريف بس خد بالك لو جيت اعدل في حاجة تمام؟ طيب ايه يوزر هيلوجين على المكنا دي ايه يوزر هيلوجين على المكنا دي شفت احنا عملنا السنك ازاي؟ او الوفلاين ازاي؟ كنت جيت على شيرد كولدور كليكي مين وقلت له ميج قبله والوفلاين هتلاقي الاوفشن ده مش مثلا دين باعز اخذها الاوفشن ده اساسا هتلاقيه فاشا تمام؟ طيب Open Sync Center اللي مع دي View Your Offline Files تاني عني الاوفشنز واضحة تمام؟ ندخل بقى على دين Disk Usage على ايه بيقولي ان هو واخد مساحة دقيه؟ 20% من السيست واخد قد ايه؟ 20% من السيست ايام الاوفشن 10% من السيست طب لو انت مش عالبك ده Change Limit Enter تقدر ان انت تغير المت اللي انت عايزة تمام؟ ممكن كمان تدلق temporary fire لو عايز Encryption تقدر ان انت تشوفر الملفات دي Network الاوفشن ده بعان هات هو الا ما يشوفر الملفات بيشوفرها بمشارك طيب ولا بيشفرها ايه عم طريقة غريزميات ده ما هو تشفير او يعني تشفير في الشمكة متشوفها او مش في تشفير مش في تشفير في باية كده في طنوش تقصد البي بي انت لا لا مش في هي تشفير دولة نفسها دولة يعني ايه الغريزمي موجود و اي تشفير في الدنيا بيتمع عن طريق الغريزمي بيقول لي هنا ايه بمعنى التشفير زال نفسو لو حس إن الكنتشن اللي ما بينه و ما بين aquell شبكmo بطيل هيخلي اثري هيتم يعني هيتم يخلي الشورد في كتيرسين بطائق لو حس إن الكنتشن اللي ما بينه و ما بين الزου amazing الكنتشن داعبان وضعين الواحد يخلى الشورد في كتيرسين لا تشفير وباتتشكى على التشفير في التشفير التغيير تس fantastic تمام? طيب. ماشي انا عايز اخلي الفلدر ده يتشاير على الكلين تلوقت مسر ان عشر ساعة مسر. وبعد كده يتكيش وبعد كده خوضر بس هو مش يتشاير لفتره وبعد كده لا. هو هيسنك امتا? انا هو بنفسي يخش يشاير بالضبط. انما انت عايز الكلام ده يبقى انت بنفسك تدخل اساسا عالشارد فولدر وارح فين. نحن قام بما Franks وذلك لكي اقصف الكلام بضppers وتعلير الإسجاب في الكلام خوضر حسن لا nênم لا ن llam جب انت عزه قطرين اساسا أ asymptكيش ابتعليه قطرين سوف لكي امكن ان어를 وللم الأعمال له منتatu الحاصل طب خلينا واحدة واحدة. في schedule time تقدر تحدد ال time بالضبط اللي انت عايز يتعامل في schedule كل شوية. تمام? وتقدر تريبيت كل قد ايه. يعني مش وقت قطة time وخلاص ده انت تقدر تريبيت الكلام ده. طب لو دخلت على more options. اقرو لا ال options هتلاقيه وتحقيه. start sync only if the computer is awake. يعني ابدأ ال sync لما يكون الكمبيوتر قايم. انما في ال stand by وال hyper make لا. the computer has been idle for at least. كذا. اولا الكمبيوتر يبضل idle. لمدة كذا اعمل sync. the computer is running on external power. على بطريه خارجيه. تمام? the computer wears up from being idle. وهو بيقوم. the computer is no longer running on external power. خذد ال options اللي انت عايز. طب لو انا قلت له دلوقتي. back. when an event. لما ب event معين يحصل. start sync امتى? when i login to my computer. لما يكون الكمبيوتر قايمة اللي مدد. when i look at the computer. when i look at the computer. طب more options. هي النفس ال options. يبقى تقدر ان انت تتحدز schedule معين. الميل. هيحصل sync امتى. تمام? طيب. view sync results. عشان لو كان حصل عندي مثلا. ده بيقولي هنا. ولا ولا. sync completed. sync started. لوقز كده يعني. لو في conflict عندي هنا في الملفات. لو فيه partner shape. ليه الشاشة الرئيسية. تمام? ايه. فيه مشكلة في الجزء ده? تمام. يبقى انا عرفت ان هو بياخد مساحة من الملفات. لو انا جت دلوقتي هنا بقى على bdc كده. على data. click mean properties. sharing. advanced. caching. وقلت له. no files. الراجل ده ما يقدرش ان هو يشيرها. اخلاعي. لو جيت دلوقتي على مكنة التامن. وجيت هدخل عشير كده. بس كده الاول. يلا. لو جيت هنا بقى click يميل. لسه صهرة. المفروض بس. على وجه قوت بس كده بسرعة عشان يسمى. المفروض هلاقي الاوشان ده ايه? اختفق. لو انا جيت دلوقتي هنا. صح. فتح شباب. طول. وفتحت جروب policy management. تمام? وجيت اعدت في البوليس اللي منطبقها على الدومين ككل. احنا كنا قلنا دي اللي منطبقها على الدومين ككل. ودي اللي منطبقها على جهاز الدومين كنترولر. صح? فانا هيجي على مستوى دومين. edit. تحت computer configuration. تحت policies. تحت administrative templates. تحت network. offline files. تمام? اقروا بقى في الاوشن زي. انا مش هشفح فيها حاجة اللي حاجات بسيطة. على سبيل المثال مثلا. limit disk space used by offline file. حد بنسبة معينة من ساحة الهرض. اللي هيتحق على data offline. او تكرين لما كنا منت شوية قلنا ان في feature. لو انا عنتي اساسا الوان connection ما بين البرانش وما بين الفرع الرئيس بتعبان. اه. تمام? قلنا ان ال client الاولان هياخد ال data كيش عنده وباية client هياخده. اه. صح? اه. ده ورده طبع ال offline. وده تبع مين? ال offline هو كريه. فبرده تقدر تحدد المساحة بتاعة الهرض بتاعة الهرض يوزر اللي هناك منهم. تمام? اه مسلا. هو كان اي جهد هايخد اليوزر ده كيشها بل حديت معينة. لأ كنت. اللي انت بحديت عليه. تاني واحدة. اللي انت بحديت عليه. مش انا اللي حطيت عليه على صح هنا. هنا تاني كده. بص. لما انت جيت هنا على data. كده كمين properties. وجيت هنا تحت sharing. advanced. caching. انت اللي حطيت معلامة صح هنا. صح? كده افضلها. كده شغلتها. في الحالة دي اللي تقصد. انا كده افضل شيرنج اساك. انا مش شغلتها كنت قوله اي حاجة ياخدها ايامين. بالصبت. تمام? بس جيت ايامين بود يعني اي حاجة ياخده مرسة على سبيل المثال. configure slow link speed. خلاص قربنا ان خلص يا جدعان خلاص اللي الوكيل قربنا ان خلص. تمام? remove the make قبلة بال offline command. تقدر نتة تشيل اصلا. for files and feather. تشيل اصلا الاوشن ده. من على اكسة الكمبيوتر. مش انا عبارة تكليك تيمين وقصوه ميك قبلة بال offline. اه. تشيل الاوشن ده. تمام? قلبوا فيه ده كده شوية يعني files encryption. تقدر تشفر ال data over the network. تمام? تعالوا نشوف بس هناك كده. كليكي مين? اتشيل اوش. اتشيل اوش. تمام? في اي كمشكده كده في ال offline sharing? لا. 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 لا.